ذنوب الخلوات أحرقت القلوب يا شباب يا مشايخنا يا دعاتنا احذروا ذنوب الخلوات يا طلبة العلم احذروا ذنوب الخلوات يا من رزقك الله ظهورا في الإعلام احذر ذنوب الخلوات يا من أعطاك الله جل وعلا تميزا وجمالا ومالا وعطاءا احذر ذنوب الخلوات يا من وثق فيك أهلك احذر ذنوب الخلوات يا حافظة القرآن احذر ذنوب الخلوات يا من تنزل للشباب في الميادين وتدعوهم إلى الله احذر ذنوب الخلوات يا من كتب الله لك قبول نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا بأعمالنا وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم أسأل الله جل وعلا أن لا يقاملنا بما نحن أهله وأن يقاملنا بما هو أهله أن يقاملنا بعفوه وأن يقاملنا بكرمه وأن يقاملنا بشتره وأن يقاملنا برحمته فما بنا والله طاقة على عذاب الله ما بنا والله طاقة أن نلقى الله يوم القيامة فيقول الله يا عبد فعلت كذا ليقال أنك كذا وكذا قرأت القرآن ليقال قارئ ودعوت ليقال داعئ وأخذت بيد الناس ليقال أنك رحيم وجاهدت في سبيل الله ليقال مجاهد والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فتصور في ذاك الموقف والشهود حولك تلتفت يمنة فلا ترى إلا ما قدمت وتلتفت يسرة فلا ترى إلا ما قدمت تريد الصلاة لا تجد صلاة تريد بر الوالدين لا تجد بر الوالدين تريد خشي لله لا تجد خشي لله تريد عبادة لله ما تجد عبادة لله أسألك بالله في هالموقف من لك غير الله من لك سوى الله جل وعلا أنا وأنت في هالموقف يا حبيبي الشاب يا قرة العين يا مهجة الفؤاد لك رب كريم لك رب رحيم ولكنه شديد العقاب لا تكون وليا لله جل وعلا في الظاهر وتخون الله جل وعلا في العلم وفي الباطن